يكون مطشو زي ده مع ريال مدريد عصعيد الرسم وفطولة كبيرة ومحفة العالمي زي كاس العالم الاندية بتشوف المباراة دي ازاي ومدى اهميتها للعابة النادي الاهلي بالتحديد بتصنع تاريخ لنفسك وبتصنع نجومين نفسك ولاجوة دي انت مش بتعيشها غير مرحل فين وفين يعني بص التاريخ بتتكلم بتتكلم عن مدريد وبتتكلم في مباراة دي وبتتكلم على مباراة ايه اسرهم ومباراة دي تبتكال بقى دي مباراة رسمية في كاس العالم الاندية تشوف بقى التاريخ اللي انت بتصنعه لنفسك والتاريخ اللي انت بتصنعه لنديك حتى حتى اللي فيها ابو ابراهيم ايه شوفها ايه شوفها ايه شوفها ايه انا عايزي شارك او بالله والاجواء دي ما تكررش يعني في لعيبة مع احترامي لعبة في النادي الاهلي ما لعبتش مسلا لأصد ريال مدريد ما لعبتش لأصد ايه اسرهم فاللعبة دي محظوظة ان انت من ضمن الناس الكتيبة اللي هتلعب هو الجيل الحالي في الحقيقة محظوظ جدا لعبتشين رسميين مع بايرد سنة قبل فاتح في نفس البطولة والمرة دي مع ريال مدريد خلي بالك نفس الجيل اللي انتقض بشكل كبير جدا في فترة فيه لعب معاش اللي حتى في برشلونا كمين كان هنالعجيزي حتى فين هنالعجيزي 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 مع برشلونا في ومبليل في انجلترا يعني بس انا بتكلم المباراة دي التاريخ بيذكرها والجماهير دايما فاكراها فاكراها اللي كان خسر باع واحدة عما اتذكر ايا كان بس جبت بجون في برشلونا ومطش ميسي كان موجود في الملعب انا الحد في الزكرة بتاعت المباراة ايه اسرهم ما بييجي الهدف بتاعي دي حقيقة فانا بتكلم من الاجواة دي بقى انت بتلعب بطولة ومباراة مهمة وصد برضو نهي المدريد يعني بس اولا بتعلل القيمة التسويية بالنسبة لك طبعا سواء احرصت هدف او كسبفة دي بالنسبة لك لما بتقدي اداء كويس بتعلم من الاسم بتاعك بتعلم من القيمة التسويية بتاعتك بتعملك حتة جماهيرية وقاعدة شعبية مميزة يعني الناس بدايما بتفتكرها فهي فرصة ما شاء الله الواحد بيتمنى زيما السيد احمد قال انا واحد من الناس بتمنى ان انا العب مباراة جيل بتاعنا ابراهيم مصطفى عبدو الخطيب وطار الشيخ جيل بتاعنا لعبنا كوزمس الامريكي كان معهم بوكنباور الحقيق مباراة برضا كانت ممبارات الجميلة جدا سنة كم دا كانت دا كان سنة 84 او 83 انا جبت جول 3 واحد جبت جول ومصطفى عبدو جاب جول وطار الشيخ جاب جول وفيه تقريبا كابتل الاهلي اللي عب تقريبا مبارات كسيرة جدا ضد فرقة كبيرة جدا ما هو جيل بيسلم جيل ما الناس اللي بتقلم الفريق الامريكي النهاردة يعني فريق قوي وسريع ومهاري كان في مسلسل زمان بتاع الكوحيت فاكره تحمد راتب فاكره كابتل كان ظروفه المادية كانت طالعش احد في المسلسل ايه ما بيتكلم مع الطيرات والسواريخ وعايز يشتري الطيرات وسروق فالموضوع صعب جدا يعني انتو تكلم على الفرق الامريكي كمان بيجيبوا لعيبة كبيرة ولعيبة لا دوري طور جدا يعني تطور جدا من فترة اخيرة في الحياة في اخر كام سنة يعني فطبعا اكيد يعني مباراة هينتظرها كل عشاء النادي الاهلي ويبقى فيها متابعة عالمية للمباراة دي فانت عندك ما شاء الله تقدر تعمل تاريخ لنفس اكل كابتل برايم انت عارف دلوقتي ريال مادريد الحسابات الرسمية بتاعتهم على سوشيال ميديا وهم نزلين خبر بعد يخوز الاهلي على اسياتل خبر ان المباراة القادمة بالنسبة لنافكاس العامل الاندية مع النادي الاهلي باطل وعنشلوتي برضو نزل مش عارف من لعيبة كانت تتبقى فيه بين لعيبة مش مرورة فدي في حد ذاتها حاجة كبيرة كلمة تسويقية للنادي وكلمة تسويقية حتى للعيبة اللي هتشارك في المباراة دي هتكتب في التاريخ يوم كزا 11 لعيبة هيلعبوا فبص انا واثق في لعيبة النادي الاهلي واثق في النادي الاهلي جدا وخصوصة كمان بعد اداء المباراة الاخرين الفوز النهاردة والفوز المباراة اللي فاتت اكيد الحالة المعنوية للعيبة بقت افضل وانا بقول لك هو والله هتبقى المباراة صعبة على ريال مدريد طب واهنا هستعلك تقول بقى مهمة قبلو نروح لها انا عارف الناس ممكن تقول لك انت هتلاقى بريال مدريد انا هستعلك بقى سؤال مهمة الاهلي يقدر يكسب ليه لا بس انا ما باقتنعش بالاسماء اه يعني بتكلم جد خلي بالك في ريال مدريد فيها فينسوس جونيور اللي هو يعني ماشاء الله نافذيس ارجع كده للتاريخ انا بنادي الاهلي كسب ريال مدريد كان مين الاسماء اللي كانت موجودة لا ده فيجو طب انا اقول لك حاجة بايش بس المباراة والدي لا بس لا اخذ بالك الناس دي ما عندهاش حب اسمها انا اقول لك حاجة امياد السعودية في كاس عالم والمغرب عملوا ايه ان السعودية كسبت الارجنطين المغرب حدك كان يتخال ان هي توصل اللي هي حدت الفطولة ايوه صح صح ماشي المغرب يعني ده كسب كل الفرقة كبيرة والمغرب قدم كرة كسب اسبانيا كسب ببرتغال وعمل مباراة كبيرة جدا بس يا كابتل ما احترام يخد بالك الاسماء بتاعت المدال الكبيرة او اللعبة اللي موجودة دي ما عندهمش حاجة اسمها مباراة دي ايوه دي حقيقة عشان برضو الناس يعني كانت تقول لك ده مباراة انا بس بقول لك المباراة ممكن الناس تقول لك عصلا كما تشوي دي لكن ده دلوقتي عصاعد الرسم يا كابتل رايم الاهلي يقدر يكسب ولو يقدر يكسب الوطن بالنه ايه التركيز ونفس اللعب الجماعي والروح النادي الاهلي لو انتلك الجزئية دي في المباراة دي والله يقدر يكسب للا